بديع في شي انا ما عم بتسوابه تفضل انت متهم بالتقليل من قيمة حالك تكون صريح معك بتشارك بأدوار سنوية يعني في نجوم أقل منك أقل خبرة بركة أو ما صردون زمين على الشاشة موجودين بتكون صورته على البوستر أكبر بيكون دورك انت صنائي وأقل بس بتشارك بالعمل ليش؟ يعني بحب الدور بتحب؟ الدور حبيت الدور يعني مسلسل اليوم من الآخر مسلسل رائع ودورك كان رائع وما بدي أقلل من قيمة حدا بس يوم على المسلسل بديع أبو شقر منه بالوجهة ما عندك مشكل طيب خلا نحكي بصراحة الممثل اللبناني ما بيبيع عربيا خالصة منت هي اسمه ما بيعني شي عربيا مين ما كان يكون بس في كتير ممثلين لعبوا بأدوار مشتركة بمسلسلات راحت عربيا ونجموا واسمهم بس ليه قولك ليه يعني انتاجيا ليه ما كل بنت دايما لأنه نحن في لبنان ما بنينا مثل ما بنوا السوريين ما بنينا صناعة ما بنينا صناعة كقطاع منتج بيدر مصاري على الناس وعلى اللي بيشتغلوا فيه ومصار اسمنا برا شباك تذاكر لأنه متل ما قابل كان متل ما قابل كان مش انه مصاري بس خبرية صغيرة على السريع انت عارف انه نحن اذا بدنا نصور مسلسل بدك تنزل تصور بالداونتاون تطلب اذن من البلدية بيعطوك البلدية اذن بتدفع بتاخد اذن بيقولولك لأ بدك اذن من سوليدار بتجيب اذن من سوليدار بيرجع بيقولولك بدك اذن من الدرك بتجيب اذن من الدرك بيرجع بيجي الدرك بيقبض مصاري بيرجع بيبعد صاحبه بيجي بيقبض مصاري منقضي كل نهار ما منصور شي وهي دي صايرة ما في فيلم أوفيس لأنه يعني نحنا ما في شي داعمنا لنبني هاي دي الصناعة هلأ روح على أي قناة بالدول العربية حط اسم نجم لبناني ما بيبيع خلينا نكون واضحين ونحكي الاشياء مثل ما هي طب مين داعم أتسم النهار لهم لا هو داعم حاله بناء الدراما السورية هي اللي دعمت كل ههو دي الشباب لوصلوا وبيستاهلوا لأنه اشتغلوا مظبوط طلع 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 بها السورة اه كلهم لبنانيين ايه اذا مش غلطان اكتريتهم ايه معتصم صورته اكبر وبالواشها صح هيدا كيف تقري يعني هو نجم عربيا اكبر بل كريع انه اسكري هيدا الواقع بس بديع هيدا مش مسببت رحية كتير كبيرة لقلك عفوة رئيس مجلس رئيس مجلس إدارة سيد ميشيل مور بيقلك برافو بديع لأنه عم تحكي هيدا الحكي وبرافو بديع لأنه قبلين تطلع بمسلسل لو ما كانت صورتك هي على صورة البوستر مش مسبب له عقدي هيدا الشي بديع ابدا بديع مرتاح مع حاله في شغلي انا انا متابع بديع من زمان بديع بلعبها زكي يعني اولا واسق من حاله بديع فنان راخي وعنده اخلاق وعنده سقافة كبيرة اذا بديو يفوت بهالقصص او بيقعد بلا شغل او بديو يتحارب انا بلاقي هذا زكى كتير منه لأنه بس نحضر بديع عطول بديع مميز ما فيك ما تنتبه لبديع وانا ولا مرة اخدت انه يعني منشوف بهاليوود سبورتينج اكتر يعني بياخدوا بياخدوا اوسكار كمان عليها مانا شغلة بالعكس انا انا بس بديع مش خرج يكون سبورتينج اكتر لا بديع نجم هو بالمبدأ ومثل ما بتعرفه يعني بالتمثيل ما في دور كبير ودور صغير صح صح في دور بس بس القصة مش هون القصة انه نحنا بهالبلد ما اكتب لنا نضلنا الناضل منشان نضلنا واقفين على جميعنا نحنا لازم نوصل لأكبر كمية ممكنة من الناس بانتشار عربي بانتشار عالمي فكسر كيف عامل فكسر عامل كتير منيح طيب يعني بداية جايدة للا بس ليش زكية قصة الفكسر زكية قصة الفكسر لانه عم تعمل برودكت اختصاص لبناني مزبوط يعني اذا بدك تجيب هيدا البرودكت تجي عند اللبنانيين في نسبة ديه وقتا نحكي عن مسلسل لبناني او انتاج مشترك ممثل لبناني وممثل مصر وممثل سوري بيقولوا انه في ديما عنصرية بهيدا الشي وقتا نحكي عن هيدا الشي وهلأ كاميرا حيتهمونا بهيدا الشي انه ليش ديما بتشبهوا الممثل اللبناني بس انه لازم اليوم النجومية او النجوم والممثلين اليوم ناخدهم حسب شو هويتهم شو جنسيتهم ما دخل ابدا يعني ليش ديما لازم نعمل ليش ديما لازم نعمل هيدا التمييز او هيدا الفرق ونجرب نعمل مين فيه competition بين بعض كلها نجوم بالنهاية طبعا لا 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 ما يعني سير قصة الجنسية وما الجنسية ما دخل اطلاقا بعيد الموضوع هيدا بس موضوع جماهيري تجاري وتجاري مش تقليل من قيمتهم لانه هيدا صناعة بالنهاية فيها كتير تجارة وشركات الانتاج كمان عم بتواجه صعوبات كتير كبيرة المشكلة هي الوحيدة بتردي انتشار الدراما مش تردي الدراما تردي انتشار الدراما اللبنانية هو لانه الدراما كانت كانت هي الاساس